بس كلام حقيقي جداً واتأثرت بمين؟ يعني أنت مين يا قطرية؟ يعني أنت مين في الكتابة؟ مين اللي خلاك تكتب بهذه العزوبة وهذه الطريقة؟ أنا في نوع كتابتي أو الحاجات اللي أنا بكتابها باعتمد دايماً على زي ما قلت لما جيت أتكلم مع حضرتك أو قال قشار زي ما أعتقد أن ده رد شوية على السؤال الأولاني اللي هو الألفاظ لما جيت وأنا بأتكلم مع أبوياً يطل الدنيا بخير والحاجة تفك إنكت عندها يعني الكلام ده بيتقال في الشارع فأنا لما بحب أكتب أو الطريقة بتاعتي في الكتابة بتيجي شوية من فكرة أن أنا أسهل الألفاظ والمعاني على الناس مين بقى قدوتي والحاجات دي في الكتابة أنا بحب قوي الخال عبد الرحمن الأبنودي أنا في البيت دايماً فيه فيه أبويا عنده أبويا شعر وليه كتب وحاجات زي كيه وكان بيأخذني معنا دوات زمان وبتاعه وكلام كده وحاجات كده يعني فالحطة دي موجودة عندنا في البيت بس فكرة أن أنا أعرف أكتب أو أكتشفتها بالصدفة هنا في المدرسة لما دخلت أن أقول إلقاء أن أنا ألقي شعر فأنا قبل أن أكتب شعر تعلمت كيف أقوله فالموضوع فرع معي جداً في موضوع الإلقاء والموضوع المتلقي يبقى منتبه وأنا بقول شعر ترجمة نانسي قنقر